مشاهدين اهلا بكم في تغطية جديدة ولايب جديد على موقع صدى البلد قرارات ومفاجآت كتيرة بيحملها مشروع قانون العمل الجديد لعام 2022 زي خفض ساعات العمل ساعة أقل لبعض فئات وزيادة مدة الأجازات بالإضافة للعلوات السنوية وغيرها كتير من المكتسبات اللي هنتعرف عليها خلال تغطيتنا مشروع قانون العمل الجديد 2022 من التشريعات المهمة اللي بيستنها العمال بالقطاع الخاص واللي بيوفر لهم المكتسبات اللي بتحفظ حقهم وبتواجه سلبيات القانون الحالي واللي اشتكى منه ملايين العمال فضلا عن كونه بيحافظ حقوق صاحب العمل أيضا عبر تنظيم العلاقة بين الطرفين ومن أبرز المميزات دي هي خفض ساعات العمل واللي وافق عليه مجلس الشيوخ ونصة المادة 131 من قانون العمل الجديد 2022 على خفض ساعات العمل الجومية لساعة واحدة أقل من الموعيد الأساسية ده للأشخاص دو الإعاقة الجسدية وكل أب لطفل معاق أو الأم اللي بترعى طفلها حتى يبلغ سن عمال ولكل معاق من أقاربه من الدرجة التانية ومنستسنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين كمان نص مشروع قانون العمل الجديد على مجموعة من المكتسبات للعمال وهي للعامل اللي بيثبت مرضه الحق في الأجازة مرضية بتحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويض عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ويكون للعامل اللي بيثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في أجازة مرضية كل تلات سنين بتقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم 3 أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهات الطبية المختصة احتمال شفاءه كمان للعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية كما له أن يطلب تحويل الأجازة مرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآة الشروط والأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال وللعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بـ 15 يوما حدد مدة الأجازة السنوية 21 يوم بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة بتزاد إلى 30 يوم متى أمضى العامل إلى خدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر كما تكون الأجازة لمدة 30 يوم في السنة لمن تجاوى السنة الخمسين ولا يدخل في حساب الأجازة الأجازة أيام عطلات العياد والمنوسبات الرسمية والراحة الإسبوعية وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بالنسبة المدة اللي أدها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل وتزداد مدة الأجازة السنوية 7 أيام للعمال اللي بيشتغلوا في العمل الصعبة أو الخطرة أو المدرة بالصحة أو حتى في المناطق النائية والتي يصدر بتحددها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهة المعنية وبخصوص قواعد القبول في العمل فتنص قانون العمل الجديد على أن وزير الصحة والوزير المختص يصدر قرار بتحديد مستويات اليقى البدنية والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة وده من خلال الفحص اللي بيجرى للحاق العامل في القطاع الخاص بتلتزم منشآت القطاع الخاص في تدريب العامل على أساس أداء مهنته السليمة وتعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزولة العمل مع إلزام القطاع الخاص باستخدام وسائل الوقاية اللي بتقررها المنشآة وتوفير المنشآة لأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب العامل على استخدامها في الحقيقة اللي كانت أهم القرارات والمفاجآت اللي بيحملها مشروع قانون العمل الجديد لعام 2022 نتمنى أن يكون فعلاً القانون ده واجه السلبيات اللي كانت موجودة من العمال وأصحاب العمل وزي ما قلنا ربط الطرفين ببعض من حيث العلاقة بدهم من فكركم أن احنا متبين مع حضراتكم الجديد أول بأول وعلى رأس الساعة شكراً لكم وإلى اللقاء